أنا اللي يعني طبعاً ما احترامي طبعاً اللي بتقوله الأستاذة طبعاً كلاماً مصبوط لكن أهم من كل ده هو عودة الأخلاق طبعاً والوساطية في الدين وعودة الأسرة وتربيتها والمدرسة ودورها التربوي الجامعة ودورها التربوي صحيح كل ده مهم مهم جداً إنما برضو عشان ما نكبرس الموضوع ونخلي وأنا عايزة أرجع للنقطة بتاعك حاجة مهمة فكرة أن البيئة المحيطة أحياناً حتى كمان يا دكتور بيتخذ فكرة أنك تغليص العقوبة الشديد جداً ده بيخليك بيخلي المجتمع يوقف ضدك بمعنى يا عمي ده زي أخوك زي أخوكي ومعلش ما إقبالي أسفه إقبالي اعتذاره أو إقبل أسفها هو التصالح طبعاً في قانون التنمر والتحرش قائم وزي أي جريمة في الدنيا قائمة على التصالح أنا مش هقدر أهدم القانون لكن أنا اللي عايز أقوله إحنا دخول السوشيال ميديا في حياتنا أثر كتير جداً جداً على كثير من أخلاقيتنا وفي نفس الوقت على وجود صبل للتحرش والتنمر والتنمر بصفة خاصة بس الموضوع بتاع الضغط المجتمعي ده دكتور تشديد العقوبة مش شايف أنه هو ممكن يكون باب لأن الناس طول الوقت تحاول تضغط عليك معلش سامح المراضي لسه مش عارف حاجة هيعتذر لك يعني بمعنى أنك ليه حتسجنه ثلاث سنين لا يعني هو إحنا ما نقلناش نقلة جبيرة قوي إحنا إحنا غلزنا العقوبة في تكرار في أكثر من شخص في بيئة العمل لو كان لزو سيادة تربية في المواصلات لأنه دي من الحاجات اللي غصب عنك بتلجأ لها هو إحنا وضحنا في قانون هو بس إحنا دي لأن فيه جرائم فلتت بهذه الأسباب طيب إن هي وسائل النقل والمواصلات ومناطق العمل كان بيحصل خروج منها إن هي مناطق خاصة طيب لو حصلت التصالحات في هذه الحالة هل ما بيبقاش للمجتمع حق إن هذا الشخص أصبح تهديد على أخير ده قانون عقوبات طبعا للمجتمع حق مدني والجنائي ده حق المدني يتنازل عنه إنما الجنائي فوق قانون طيب يبقى معنا كده في الحالة دي اسمح لي يا دكتور قبل ما رجع لحضرتك شانستكمل المقطة دي في الحالة دي نعمل إيه؟ طيب خليني بس أرد على الدكتور فيما يتعلق بأنه التصالح موجود لكن يبقى زي ما حضرتك قلتي إن من حقنا إن إحنا نحط حق للمجتمع زي السرقة ما فيش فيها مثلا تصالح زي كل الجنايات ما فيش فيها تصالح لأن في النهاية في حق للمجتمع ده مش موجود في القانون ده خلينا أقولك النقطة دي مش موجود يعني لو أنا سمحت خلاص خرج براءة موضوع انتهى لذلك إحنا من حقنا نحط حق يعني تقنين خاص إن لأ في حق للمجتمع لا يجزء تصالح في هذه الحالة طيب التجديد بالشكل اللي إحنا اللي شايفينه في القانون ده هيبقى صالح ولا ضد إن الناس تتقدم بالفعل إذا وعينا المجتمع لخطورة هذه الجريمة هيكل الصالح أكيد ما هو في النهاية لابد يكون في ردع عام عشان أقدر أستفيد من العقوبة بس لازم الناس تبقى فهمة إنه ده بيوصل لحد فين يعني التنمر أو التحرش إيه مدى أزاء على المجتمع وعلى الضحية طبعا طيب